تقول يعني كنت في محل في السوق وناديت على رجل أجنبي أنا ما عرفه وقلت له يا محمد كم قيمة هذا الشيء اللي كان معي مثلا تقول رد علي رجل كبير في السنق قال اتق الله لا تنادينه بمحمد حرام عليك يمكن ما هو مسلم تعجبت من نصيحته هل هذا حرام لأني ما عرفت هل هو مسلم أم لا لأن أغلب الناس ينادون محمد أختي أمامين من جدة بارك الله فيك طبعا جرت عادة بعض الناس في بعض الجهات إذا ما عرف شخص يقول يا محمد يقول يا محمد وهذا حقيقة مشكلة يعني فإذا كان هذا الشخص غير مسلم كيف أناديها محمد ولو فرض أنه مسلم كيف أنادي بغير اسمه مثلا لكن المفترض أن الناس يتفقون على شيء واحد وهو يا عبد الله لأنه كلنا عبيد لله عز وجل عبودية الطرار وعبودية اختيار يا عبد الله مثلا مثلا يعني ما ذكره الرجل الكبير في السن أنا أتفق معه إنه قد يكون غير مسلم مثلا أو أيضا حتى لو كان مسلم لن يرد عليك مثلا لأنك أنت قلت يا محمد وهو ما اسمه محمد مثلا ولذلك لو استبدأت لها بيا عبد الله يكون أفضل بارك الله فيك